أبوك و أمك بابك للجنة بابك لجنة الدنيا جبل جنة الأخرة ما تحرمش نفسك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يصبح ووالده عنه راضيا إلا كان له بابان من الجنة وإن كان واحدا فواحدا وما من مسلم يصبح ووالده عليه صاخطا إلا كان له بابان من النار وإن كان واحدا فواحد طب نعمل إيه بقى؟ تعالوا بقى بسرعة نقول شوية إجراءات عشان نحرم نفسنا من أوجاع السخط على الأهل أنا أكلم الأبناء دلوقتي أن أنت تعيد قراءة الماضي تعيد قراءة الماضي قراءة متزنة بحكمة ورحمة بيك وبيهم مش يمكن كتير من المواقف اللي أنت سميتها رفض واللي أنت سميتها طرد واللي أنت سميتها خزلان ما كانتش في الحقيقة لا رفض ولا خزلان لكن كان حرص عليك من وجهة نظرهم فمثلا في ناس لما أهليهم كانوا بيشدوا عليهم علشان يعملوا أعلى درجة من درجات النجاح اتعاملوا مع ده أنه هو حافز مش رفض فيه ناس عملوا كده وخدوا من ده حافز وعاشوا أفضل الحياة وقالوا شكرا أنتوا كنتوا بتشدوا علينا عشان ده خلانا نبقى جدين ونبقى رجالة ونبقى صامدين ونقدر نتعامل مع الحياة الإجراء الثاني إن إحنا نقبل ونتعاطف نقبل ونتعاطف مع أبأنا وخرجوا أجمل ما فيهم ساعات كتير من الأهالي بيبقى جواهم حاجات حلوة مش عارفين يخرجوها لأنهم مكسفين مننا وخايفين مننا وفيه ضغوط حياة كتيرة بتخليهم ما يقدروش يعملوا ده وبينسوا الحلو اللي جواهم لو إنك أنت أخرجت لهم الحلو اللي جواهم هيفضلوا ممتنين ويفضلوا سعداء ويا ما أهالي أباء وأمهات أولادهم خرجوا الحلو اللي فيهم ففرحوا وسعدوا وبقى أولادهم دولة أحلى حاجة في حياته تالت حاجة نستعين بمدد الله وياك تحس إن البر بالأهل عب وشئ دقيل في ناس بتوسم نفسها وبتوسم أهلها والعقوق ده بوسمة العقوق فيبقى خلاص متخيل إن خلاص الحكاية انتهت ابتدي ابتدي أنت تقدر تاخد خطوة فيها رحمة تجاهبوك ومك وما تسألش إيه لا يحصل لا يا عبد الله استعين بالله تجده تجاهك استعين بالله سبحانه وتعالى تجد مددا ونعمة البر يا ولدي بيجيب بر والود بيجيب ود اسمع قوله وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة يا رب اجعلنا دائما نحسن إلى بقنا وأمهتنا ونغسل قلوبنا ولو بدعوة في جوف الليل ولو في دعوة بظاهر الغيب اجعلنا يا رب نستطيع إن احنا نصل إلى إن احنا نتخلص من كل ماضينا المليء بالوجع والألم بنظرة حبنا راها في عين أبونا وأمنا وهم حسين إن احنا تجاوزنا أوجعنا وألمنا وساعتها نكون تجاوزنا مش أوجعنا وألمنا تجاوزنا غواية أنفسنا الأمارة بالسوق يا رب جعلنا مصدر رحمة وراحة وفتح وبركة على أبائنا وكل من اللي حوالين